كيف سقطت الجوف وصمت الآذان عن مناشدات أبنائها منذ أسابيع ماذا بعد سقوط الجوف وتكرار مسلسل الخضلان من قبل الشرعية والتحالف وماذا عاد للشرعية من معنى وهي تترك مدنها لقمة سائغة كثيرة أهلا بكم خلال الأسبوعين الماضيين خصصت قناة بالقيس العديد من حلقاتها وبرامجها لتصليط الضوء على معارك الجوف ونقلت أصوات أبنائها وهم يناشدون الرئيس هادي وقادة الجيش والمملكة العربية السعودية بدعمهم بالعتاد اللازم لصد هجوم ميليشيا الحوثي التي ظلت تحشد للجوف منذ أكثر من شهر لكن هادي والتحالف صموا أذانهم عن هذه المناشدات وتركوا المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي فريسة سهلة لميليشيا الحوثي يرى مراقبون أن أحجام السعودية عن دعم الجيش وعدم تعزيزه بالطائرات زي الاستراتيجية السعودية التي كشفت عنها مؤخرا بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي كيف انتقل التحالف من شعار دعم الشرعية إلى سياسة القضاء عليها ولماذا هذا الصمت المطبق للرئيس هادي وجميع الشخصيات السياسية والعسكرية عن ما يحدث اليوم وما مصير باقي المحافظات في ظل مؤامرة التحالف وصمت وخدلان الشرعية مرة أخرى سقطت مدينة الحزم مركز محافظة الجوف في يد ميليشيا الحوثي بعد نحو شهر من المعارك العنيفة ميليشيا الحوثي التي تسير منذ نحو عام وفقا لاستراتيجية جديدة تضمن لها استعادة الجبحات واحدة تلو الأخرى دفعت بكل ثقلها إلى الجوف بعد سيطرتها على نهم والخط الرابط بين محافظتي مأرب والجوف ليست المرة الأولى التي تسقط فيها حزم الجوف فقد سقطت قبل ذلك في عام 2015 واستعادها الجيش كما استعاد الغيل مرتين أيضا أسئلة كثيرة يثيرها الوصول الدراماتيكي للحوثيين إلى الحزم لماذا تركت الجوف تواجه وحيدة؟ وأين الشرعية وقيادة الجيش مما حدث ويحدث؟ واجهت مديرية الحزم والغيل وحيدتين ومعهما الكثير من الوعود من الحكومة والتحالف على مدى الأشهر الماضية حشدت الميليشيا قواتها تحت مرآة طائرات التحالف وعلى مدى شهر كامل من المعارك في نهم والجوف لم تنفذ الطائرات سوى بعض الضربات لإثبات الحضور ليس إلا كما يقول مراقبون أما الحكومة الشرعية فهي تلتزم الصمت منذ فترة طويلة وكأن الأمر لم يعد يعنيها فيما تتساقط مدنها وجبهتها تباعا وهدف إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة ضاع في زحمة صراعات هامشية تزيدها كل يوم ضعفا وهشاشا مراقبون يرون أن مجريات الأحداث في نهم وبعدها الجوف تشير إلى أن للتحالف استراتيجية غير معلنة الهدف منها تصفية الجيش الوطني وإعادة تشكيل الوحدات المقاتلة تحت راية السلطة الشرعية على نحو يجعلها تابعة له حصريا ويأتي في سياق ذلك تعيين صغير بن عزيز رئيسا لهيئة الأركان إلى جانب قيادته لما يسمى بالعمليات المشتركة التابعة مباشرة لمكتب الأمير فهد بن تركي قائد قوات التحالف المخول رسميا من الرئيس هدي بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة سقوط الجو فتح الحديث عن مأرب وأن سقوطها ليس إلا مسألة وقت في ظل عجل الشرعية وغيابها وخذلان التحالف وفي ظل افتقار الجيش للأسلحة التي من شأنها قلب المعادلة وتحويلها من مربع الدفاع إلى الهجوم مشاهدين أهلا بكم بعد أن شاهدنا تقرير رحب بضيوفي وأبدى نقاش مع ضيوفي بداية لدكتور فيصل حذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة وإنظام إلينا منتعز أهلا بك دكتور فيصل مرحبا بك والمشاهدين الكرام دكتور فيصل حديث عن سيناريو خذلان وصمت وتخاذل وسقوط لمناطق الشرعية كيف تتابع تكرار هذا السيناريو واليوم مركز محافظة الجوف بيد ميليشيا الحوثي بالنظر إلى مقريات أحداث المعارك في الجبهات على امتداد خمس سنوات نستطيع أن نقرأ هذه السيناريوهات بوضوح ودون مواربة أولا المحادثات الثنائية قفزا على الشرعية وعلى الدولة اليمنية بين الحوثين والسعودية منذ سنوات من العام 2017 ربما هو ما أفضى إلى مثل هذه التراجعات في نهم بشكل كبير وفي الجوف وربما أيضا يتم هذا التراجع في أكثر من منطقة أخرى فالمحادثة هذه محادثة مشبوهة في غياب السلطة التي تمثل الدولة اليمنية الشيء الثاني أعلن اللواء محسن خصرف بصريحة العبارة بأننا لدينا جيش من البشر لكنهم بدون رواتب وبدون أسلحة ومعدات ثقيلة وبدون دعم حقيقي وهم يحاربون بقرار غيرهم أي أن من يتحكم بالقرار العسكري في الميدان ليس الجيش اليمني ليس المقاتل اليمني ليس القيادة اليمنية هنا قوى قيادة مشتركة بهذا الاسم والسعودية والإمارات هم من يتحكمان لأهداف تخصهما في تحريك القبهات هنا وهناك يعني حتى الأطفال في الشارع اليمني يتساءلون كيف تترك مثلا الجوف تحارب وحدها وينتظر بقية الجبهات حتى تسقط وهذه الظاهرة ليست هي الوحيدة سابقا تحرك الناس بدافع من حب غير وطنية في أكثر من مكان ووجدوا خذلانا كبيرا أي أن صاحب القرار أو المتحكم بالقرار العسكري أراد ذلك أراد الهزيمة للدولة اليمنية يعني هل أذكرك بمعركة حجور هل أذكرك بالشعاور في العدين هل أذكرك بعتمة هل أذكرك بالحيمة على بعد خمسة كيلومتر من تعز يعني هناك جبهات تفتح وبالتالي تخذن وبالتالي هناك جبهات تظل مفتوحة دون غيرها يعني كيف يمكن أن تتحرر أن تسعاد الدولة اليمنية وهناك جبهات متوقفة منذ أربع سنوات أو منذ ثلاث سنوات وإذا تحركت جبهة تتحرك لأغراض نحن لا نعرفها فقط هدفها الأساسي الذي أعرفه أنا من متابعتي هو استهداف القيادة العسكرية الوطنية فقد استهدف أحمد سيف اليافعي في الساحل الغربي والتخلص منه وقد تم استهداف عبد الرب الشدادي في نهم وتم التخلص منه وتم التخلص من أحمد الإبارة في العبر وتم التخلص من كثير من القيادة العسكرية الصبيحي الزنداني هذا هو الهدف من هذه المعارك الجانبية التي فقط تتخلص من القيادة الوطنية وتكتفي السعودية والإمارات بالإبقاء على قيش هو مرتزق أكثر منه قيشا وطنيا من يتقاض راتبه من طرف خارجي لا تنتظر منه أن يتصرف بوطنية حكومة بكامل طاقمها ومستشارها ووكلائها ووزرائها ويعتقاضون راتبهم من السعودية والإمارات وبالتالي هؤلاء الناس قدموا اليمن بطبقة من ذهب للطرف خارجي يتحكم بالمشهد السياسي الاقتصادي العسكري ولا يعترضون وبالتالي الجندي في الميدان المحروم من الراتب بالتأكيد هو معاقب لأنه متحمس لأداء هدف وطني كبير وبالتالي يعاقب حتى ينهزم القائد الكبير الذي يشرف على المقاتل الوطني أيضا هو يتقاض رواتب وأمال باهضة وبالتالي هو يتلقى توجيهاته من طرف خارجي إلى اليوم المعركة في اليمن بصريحة العبارة لا تخص اليمنيين هي تخص السعودية والإمارات وإيران واليمن مقرد ساحة حرب وبالتالي الطرف اليمن الوحيد أو الطرف الأداخل دكتور فيصال كيف المعركة اليوم لا تخص اليمنين ومن يسقط هم اليمنين دماء يمنية تسقط مناطق ومواقع ومحافظات يمنية حررت بالكثير من الدماء وما زال الجرحة حتى الآن يعانوا نعم الشق الذي ذكرته صحيح أي أنه لليمني مقرد ضحية المقاتل اليمني مقرد ضحية المدني اليمني مقرد ضحية القريح الذي يترك جراحة وتتعفل ضحية كيف لا نسمع أن هناك جرحة حوثيون يعانون من مشاكل الجرحة أو ذوي الشهداء أو أسر الجرحة بينما تحالف بدول كبيرة وتمتلك المال والسلاح وبالتالي تتعمد إيذاء هؤلاء الجرحة الذين تقدموا بشجاعة وأصيبوا أنا قلت بأن المعركة في جانب القرار السياسي والعسكري والاقتصادي لا تخص اليمنين لأن القرار بيد غيرهم وبالتالي هم ضحايا هم مقرد ضحايا الطرف الوحيد الذي تخص المعركة تخصوه هم الحوثيون وبالتالي هم انتصرون في كل معركة لأنهم يقاتلون بمعركة تخصهم اليوم عندما يسلم الجيش والأمن والسلاح والرواتب لطرف خارجي إذن فالطرف الخارجي هو يقاتل بالوكالة في ساحة يمنية اليوم اليمن هي ساحة لمعركة خارجية بين إيران والسعودية هذا يقود إلى السؤال على مدى شهر كامل ربما على مدى شهر كامل دكتور فيصل وأطلقت الكثير من المناشدات من أبناء محافظة الجوف ومن قيادات أفراد المقاومة والجيش الوطني في الجوف سواء على شاشة بلقيسة وعلى باقي شاشات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لدعم ورفض جبهات الجوف لكن هناك حالة من التصارج غير المعروفة برأيك لماذا عدم الاستجابة لكل هذه المناشدات ولكل هذه الأصوات لأن المتحكم بالقرار أهدافه يترتب عليها هذا الخضلان المناشدة ليست في الجوف هي المناشدة الوحيدة أنا قلت ذكرت بأكثر من البيضاء ناشدت سابقا شبوة ناشدت تعز تناشد حقور عتمة الشعاور الحيمة الساحل الغربي كل هذه الجبهات ناشدت عندما تصبح في مواجهة حقيقية لأنها لا تجد لا دعما حقيقيا لا بالأموال لا بالمعيشة لا بالاتصال لا بالسلاح يعني اليوم ماذا قدمت دول التحالف من سلاح حقيقي للجيش حتى يحارب كيف المثير للغرابة كيف تنتصر ميليشية على الأرض لا تمتلك طيران ولا صواريخ الأصل بدييا أن تكون هي المنهزمة وبالتالي الجيش الوطني يفترض أو الشرعية بجيشها يفترض أنها تتميز على القوات الحوثية بالطيران والصواريخ الجوية وبالتالي يفترض أنها هي التي تنهزم وليست هي التي تنصر أي أن هذا الانهزام مبرمج وهذا الانتصار مبرمج لكن نحن نقول بأن ما حدث هنا أو هناك في الجبهات هي معركة لا يمكن أن يبني عليها نصرا أو هزيمة وبالتالي اليمنيون عندما يخوضون حربا تخصهم ويصبحون طرفا في هذه المعركة سيكون لمسار المعارك طريقا مختلفا لكن ما دام والمتحكم في مسار هذه المعارك طرفا خارجي وشرعية سلمت له كل الزمام كل القيادة إذن هنا نتحدث عن معارك لا تخص اليمنيين دكتور فيصل كيف المتحكم في المعركة اليوم طرف خارجي ونحن لدينا رئيس ونايب للرئيس ووزير الدفاع ورئيس هيئة أركان معين وقيادة عسكري أين هم هؤلاء جميعا؟ أنت والمشاهدون يعلمون أين هم هذا السؤال هو يحمل الذنب بصيغة المدح يعني رئيس مغترب هو في مرتبة رئيس غالية حتى رئيس غالية لا يؤدي دوره كرئيس غالية المواطنون المغتربون في السعودية كل يوم القرارات تنالهم بكثير من العبث وبالتالي لو كان رئيس غالية لا دفع عنها غاليته التي هو مغترب معها وبالتالي نتحدث عن رئيس استدعى هذا التدخل قلنا سابقا بأكثر من لقاء بدون اتفاقية تضبط هذا التدخل وبدون التزام بمعاهدة دولية تضبط هذا التدخل وبدون أن يكون القرار الأبياد اليمنيين وبالتالي هؤلاء يتبعون القيادة اليمنية وليس القيادة اليمنية تتبع القوات المشتركة السعودية يعني اليوم أصبحت اليمن كلها بقبالها بسيولها بشوارعها بمؤسساتها بنك أهداف مخزون لدى القيادة المشتركة لدى السعودية والإمارات وبالتالي هم يستهدفون يعني اليوم الأخبار تقول بأنه كان المستهدف عندما قتل ابن المناظر أمين العكيمي كان المستهدف أمين العكيمي نفسه مثلما السودية الشدادي ولكن الذي أصيب في القصف هو ابنه يعني أنا قلت لك بأن هذه المعركة تقضم القيادة الوطنية والناس الوطنين وبالتالي لم يبقى لنا غير قيادات مرتهنة للخارج والخارج يتحكم بالقرار السياسي الاقتصادي العسكري هل سمعنا هل يقدر إيس دولة بمسمى قائد علاقة المسلحة إذا كان الرئيس مغترب كما تقول ماذا عن وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة المناطق العسكري الذين هم متواجدين في الداخل وعلى أرض الميدان نحن نقسم القيادة في الميدان إلى قسمين قيادات مرتهنة للسعودية وبالتالي تدفع ثمنا باهظا وتقدم رأسها ثمنا وأنا ذكرت أحمد صيف اليافعي في المنطقة الغربية وذكرت أبد الرب الشدادي في فينهم وبالتالي هؤلاء دفعوا ثمن مواقفهم الوطنية لكن القيادة الأخرى المرتهنة للقرار السعودي والتي تتقاضى رواتبها ومكافأتها العالية من القانب السعودي هي تتصرف فقا للقيادة السعودية للقيادة المشتركة ولا تستطيع أن تخالف أمرا لها وما يجري من تحركات في الميدان هو تحرك صوري في إطار يعني التحليل أو الظهور أو حضور يعني إثبات حضور لأقل ولا أكثر لأن النخعي هذا الذي كان قائد هيئة أركان سابقا قبل عزيز بن صغير يعني تصور مغترب عامين في الرياض لا يقيم حتى على التليفون وبالتالي اليوم عندما بحثنا عن شخص بحثنا عن شخص أيضا هو مرتهن بالسعودية هو عزيز بن صغير وبالتالي أيضا تاريخه ليس مشرفا في العمل العسكري سلم كثير من المواقع العسكرية في أكثر من مكان يعني اليوم حتى من يختارنا القيادات هي الطرف الخارجي وعلى هذه أن يوقع يعني لكن يمنى دكتور فيصل هذا رأيك بقيادة المدنية والعسكرية بما يخص رئيس هيئة الأركان الجديد صغير بن عزيز يبدو أن هذا رأيك لأن هناك من يخلفك في هذا الرأي ويقول أن هذا الرجل له مواقف واضحة وبين من ميليشيا الحوثي وخاض معهم الكثير من المعارك الثأر الشخصي الثأر الشخصي بين مشايخ القبال في عمران وفي حاشد وفي خمر مع الحوثيين شيء لا ننكره لكن عندما يصبح هذا القائد في موقع عسكري مثل هاشم الأحمر ماذا قدم هاشم الأحمر للجيش الوطني؟ يعني فرض رسوماً لا ندري أين تذهب في منفذ الوديع وفي طرقات لصالحه ولم يقدم شيء وكذلك عزيز بن صغير نفس الكلام سيصبح وزير دفاع أو رئيس هيئة أركان ولكن انظر مواقفه في المعارك الحقيقية عندما تولى مناصب حقيقية يعني نحن لا ننكر ثأره مع الحوثيين هذا شيء طيب ويحسب له لكن نحن نتكلم عن معارك حصلت فيها هزاياً في ظل هذه القيادات وهذه القيادات مدانة لأنها لم تكن على قدر عالي من الوطنية وتحارب بشرف القيادة الوطنية قدمت رأسها ثمن لمواقفها وبالتالي قتلت في الميدان وأفضل هذه القيادات يعني خسرها الشعب اليابري سواء في الطيران المسير في العند أو قلت لك أحمد سيفا اليافعي في الساحل الغربي الذي كان يقود القتال بنفسه وكذلك عبد الرحمن الرابع الشدد كان يقود القتال بنفسه التويتي كان يقود القتال بنفسه العقيلي رئيس أركان سابق أيضاً كان في المعارك وتم التأمر عليه وأصيب وبالتالي تم تنحيته أنا أقول بأن هناك قيادة وطنية قدمت نظالاً رائعاً وقدمت نفسها ثمناً لهذا النظال وهناك قيادة هي تدور في جوقة صاحب القرار أو المتدخل الخارجي وهي ضمن جوقة هادي وفريقه وبالتالي لم تقدم شيء وهي بدانة في كل هزيمة وفي كل الحسار وفي كل خسارة متراً واحد من الأرض التي كانت يعني كانت القوات على مقربة من صنعاء وبالتالي مديرية كام النهم تسقط استلام وتسليم هناك خيانات القوف ليست محافظة هينا القوف تقريباً 42 ألف كيلومتر أربعة أضعاف تعز يعني أنت إذا أردت أن تحارف فيها ستدوخ عدوك فقط بالتوهان في هذه المساحة الكبيرة وبالتالي توزم ولا نستطيع أن نفسر هذه الهزيمة إلا إذا كانت هناك خيانات وهناك قرار خارجي نحن نريد الآن منك تفسير طيب حاول يا دكتور فيصل نحاول أن نجد تفسير يعني ما مصلحة هذه من سقوط مدن ومواقع ترفع صورته واسمه كرمز للشرعية يعني تحدثني عن هذه وكأنك تتحدث عن المرشال شارديغول أو قيادة عسكرية أو إسكندر المقدوني أو صلاح الدين يعني تتحدث عن شخص تآمر على وطنه منذ اللحظة الأولى سلم حرف سفيان وخمر وعمران ويقول بكل صريحة العبارة عادت عمران إلى أحضر الدولة وقال بأن القتال الذي كانت تخوضه يخوضه أحرار القوف في 2014 ضد الحثين وكذلك اللواء 310 حبيث القشبي ضد الحثين يقول بأن هذه جماعة مسلحة القيش يقف في الحياد لا دخل له بها هذا تصريح موجود وكان جمال بن عمار يبرمج على أن يحول المعركة إلى حرب أهلية وبالتالي تحييد الدولة وتحييد سياحة الدولة وأيضا وزير دفاعه هو من سلم جميع المعسكرات سلم والسلم للحثين يعني هل هذا رئيس دولة يسمح بتسليم السلاح ومؤسسة الدولة ثم يأتوا ليسقطوه في صنعه ثم يفروا هاربا إلى عدن ثم يلحقوه إلى عدن ثم يفروا هاربا إلى عمان هذا قياد عسكري حتى نتحدث عنه ما مصلحته مصلحته أن تبقى الأمور معلقة ويبقى في السلطة حتى يموت لا يكذب على الناس اليوم هادي مدان لا يستطيع أن يكذب على الناس أن نراهن على نجاح المشروع الوطني واستعادة الجمهورية في ظل رجل مثل هذا سلم البلد بطبق من ذهب لأعداء يعبثون بها كأنك حكمت أعطيت الدجاج للثعلب ليحرسها وكأنك استدعيت اللصوص إلى بيتك وفتحت الأبوام مشرعة ليحرسوها هذا هو ما فعله هادي طيب تقول أن القيادات العسكرية اليوم الكبرى هي مرتهنة للمملكة العربية السعودية لأنها هي من تدفع لها وبالتالي هي تستمع لما يأتيها من توجيهة من القيادات المشتركة التابعة للتحالف طيب ما هي استراتيجية المملكة في معركة الجوف تحديدا الجوف المحاذية والتي هي على حدود المملكة والسقوطها قد يكون في خطر على المملكة العربية السعودية وهل السعودية تدرك هذه المخاطر أو تتصرف وفقاً لوعيها بهذه المخاطر؟ السعودية لا تتصرف وفقاً لهذا السعودية تتصرف وفق برنامج دولي وفق علاقتها الكبرى مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الضامنة لبقائها كمملكة محمية وترامب قال لولا دعمنا لكم لما استمريتم في الحكم ثلاثة أيام خاطب الملك سلمان بهذا العبارة وبالتالي كل النظوم الاستبدادية في الخليج تطمئن أو يقوم شرعية حكمها على الاستقواء بالخارج وليس على شرعيتها على الشعب وبالتالي يؤمرون بالتقدم فيتقدمون يؤمرون بالانسحاب فين سحبون يؤمرون بعمل المتناقضات فيرتكبون المناقضات هناك مشروع هيمنة على الشرق الأوسط بإضعافه بدون سلاح بدون حرب بدون دمى اليوم الإمارات والسعودية تقوم بهذا المشروع يعني كيف لا نعلم بأنه من أربع سنوات الأموال السعودية والإماراتية ضخت لتدمير العراق لتدمير سوريا لتدمير ليبيا لتدمير اليمن للتدخل في السودان كله كقيادة كثورة مضادة يعني وهل هي تفعل ذلك دون رضا هذه الدولة الكبرى في نهاية الأمر السعودية تفعل ما تؤمر به هي في نهاية الأمر تخضع للوصية الدولي ونحن نخضع للوصية الأقليمي لكن من المهانة بمكان أن نفرط بسيادتنا الوطنية عبر هذا السلوك المشين من رئيس دولة واتمنة ليقوم بدور معين أراد أن لا يخرج من هذا الدور هادي يعلم بأنه إذا أكمل مهمته سيرحل وبالتالي لن يفرط بسلطته وهو بقاءه في الرياض مع حكومته ومستشاره هو أكبر إدانة على أنه لا يهمه غير المغنم ولا يهمه المغرب يعني شخص بالدستور والقانون اسمه القائد على القوات المسلحة إذا كانت مؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئيس والنائب والقيادات العسكرية من وزير الدفاع لرئيس الأركان لقادة المناطق العسكرية كما تقول لا يهمهم سوى المغنب وهم يستلمون أموال طائلة من المملكة العربية السعودية ماذا عن باقي الفعالية السياسية والقيادات والأحزاب السياسية لماذا برأيك هم أيضا صامتون عن ما يحدث وحدث في الجوف مثلا الإجابة عن هذا السؤال بحاجة إلى التحليل السياسي للوضع اليوم عندما نتحدث عن الأطراف السياسية سنقسم الأطراف السياسية إلى طرفين طرف قوي يتمثل بحزب واحد يتهم بأنه استحوذ على كل شيء وأطراف ضعيفة ذهبت لتبحث لها عن راعي خارقي تبحث لها عن مغانب من هو مرتهن للإمارات من هو مرتهن للسعودية من هو مرتهن لقطار من هو مرتهن لتركيا من هو مرتهن حتى للشيطان حتى لإسرائيل وبالتالي موازن القوة مختلة يعني لم تعود الأحزاب اليمنية كما هي الصورة في اللقاء المشترك عندما تجمعت لأن مصلحتها تقتضي الوقوف ضد السلطة المتوغلة والحزب الحاكم السفرت بكل شيء وحرمها لكن عندما قامت ثورة 2011 وأطيح بالنظام ذهبت أحزاب اللقاء المشترك لتبحث لها عن متعهد جديد ولم تعد مصلحتها مع الحزب الكبير وهو الإصلاح ذا قيمة وبالتالي أصبح عدوا لها إذن لا يستطيع حزب الإصلاح كحزب كبير أن يغامر بالمواجهة منفردا فهو مصنف إقليمي أنه دولي على أنه حزب إرهابي ومصنف داخلين عنه مستحوذ على السلطة وعلى الدولة وكذلك هو سيء في إدارته في الميدان يعني هو نفسه قدم نموذجان سيئا يعني هذه الأحزاب أصبحت أيضا في جعبة هادي مرتهنة لا تستطيع أن تتخذ قرارا لأنها لا تمتلك الشرعية من يمتلك الشرعية الحقيقية هو الرئيس هادي وبالتالي ربط الأحزاب بمصالح لديه وربط القيادة العسكري بمصالح لديه وربط القوى الاجتماعي بمصالح لديه إذن وهو ربط نفسه في دول التحالف إذن رهين يرهن نفسه لرهين فالوضع معقد إلى الدرجة التي لا نستطيع أن نتحدث عن أفق من الحل أنا قلت الحل هذا سيكون عندما تصبح الحرب في اليمن حرب يخص اليمنين عندها سيتغير المشهد اليوم كما قلت القوى السياسية والقوى الاجتماعية مرتهنة تبحث لها عن مصالح وبالتالي تركت التحالف يعبث كما يريد ولم يعترض هادي ولا حكومتي على أي تقاوز في السيادة في الحصار في الإضرار في اليمنيين يعني ألا تسمع أنت قبل يوما أنتم تغطوا الأحداث يعني حرب في القوف وبالتالي كثير آلاف من أبناء تعز ومن أبناء إب في عدن يشحنون كأنهم حيوانات إلى الصحراء وعدن من يحكمها هل يحكمها هذه تحكمها السعودية تحكمها الإمارات يعني هؤلاء الناس أتوا لإضعاف لخلط الحابل بالنابل لإدخال اليمن في متاهة لا يستطيعون الخروج منها اليوم نحن نطالب القوى السياسية أن تعود إلى رشدها لتفكر بحل اليمنين الاعتماد على هذه لم يعد ممكنا والخيانة التي نوجهها لهذه هي نفس الخيانة التي نوجهها لهذه القيادة السياسية التي ترتع النقاش مستمر دكتور فيصل النقاش مستمر ودعني أراحب بضيفنا من القاهرة اللواء محسن خاصروم رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق في الجيش الوطني أهلا بك سيادة اللواء أهلا بك أستاذ دعنا نبحث معك عن إجابة عن السؤال الكبير كيف تمكنت ميليشيا الحوثي من إسقاط الجو القاطع الجوف نتيجة وليس سبب لابد أن تعرفوا أولا أن قيادة ودار الدفاع لم تكن لها أي صلاء أو ارتباط بمحور الجوف والمحافظة بالكامل قيادة ومحور الجوف والمحافظة والمنطقة العسكرية السادة بالكامل تتبع أبو تركي في نجران تبع على التحالف ولا تتبع قيادة الجيش الوطني اليمني هذا لابد أن يكون معروف تجارب أخرى يعني يتحولت الجيش الوطني يتحول لحق التجارب كان هناك يعني رأس قيادة في نهم من أربع سنوات قائد عملية نصر واحد لا يتبع رئيس الأركان ولا يتبع وزير الدفاع ولا يتبع أي حد وقدر عملية مفرده وفشل حيث نجحة ثم أخفق يعني وثم نصر ثلاثة وهذه هي المرة الأخيرة لقد جرى كما قال الدكتور فيصل العبث العبث بالجيش الوطني اليمني وبالسيادة الوطنية اليمنية لدرجة أننا لم نعد أن نعرف من صاحب القرار يعني الجيش الوطني اليمني يصيب بشلل عدم وحدة القيادة وحدة القرار يعني مصطلح وحدة القرار اختفى من قيادة الجيش الوطني اليمني لتعدد الرؤوس متعددة الولاءات خارجا للسياق وخارجا للسيادة الوطنية هذا ما حصل فالجوف قاتلت هذا الشهر لألفات قتال الأبطال قاتلوا قتال الأبطال وقدموا التضحيات واللواء من العكيمي استشد ابنه واليوم استشد ابنه والآخر وهم يقاتلون وينتصرون وكل الجبهات مجمدة يعني بدل من أن يحرقوا الجبهات نعم وصرواح والبيضة والتعز والساحل الغربي وصعدة جمدت كل الجبهات لتفرغ الحوثي بهذه الجبهة ويحشدها كل ما عندها من أسلحة الجوف إذا أراد التحالف لو كان فيه نوايا صادقة ومخلصة وأخوية وعروبية وإسلامية الجوف منطقة سحراوية لا تحتمل غارات جوية للأبطال أكثر من 3-4 ساعات لتتحرر جميعها منطقة سحراوية مكشوفة مكشوفة للطيران ولكن الانتصار ممنوع والحسن ممنوع واستعادة الدولة ممنوع واستعادة الشرعية الحقيقية ممنوع وبعد ذلك القرار السياسي ممنوع والسيادة الوطنية ممنوعة والقرار السياسي الوطني ممنوع وكل شيء ممنوع وهناك ما يجري الآن تصفية حسابات داخلية ولم يتفقوا بعد الشركاء على تكسيم الغنيمة في اليمن طيب نقطة كثيرة سأناقشها معك سيدة اللواء لكن دعنا بالنقطة الأولى نبدأ عندما تقول أن محور الجوف لا علاقة له بالجيش الوطني ولا رئاسة هيئة الأركان وإنما له علاقة بالقيادة السعودية وإذا كان كما تقول أيضا الآن من حارب على مدى شهرهم قيادة الجيش والمقاومة الشعبية داخل محافظة الجوف من المحافظة العكيمي ورفاقه أين ذهبت هذه القيادة السعودي؟ أين هو أبو تركي الذي تقول أنه هو المتحكم بمحور الجوف؟ هذا ما حصل يعني ظل يقاتلوا حتى خلصة الذخيرة والعتاد وتخلى عنهم الطيران وحصل ما حصل يعني هذا ما فيش تنقص في كلامي كلامي ما يزال متسق وهو هو يعني بالعكس يعني قبل ساعات حصل دعم راح دعم من مأرب للمقاتلين في الجوف وربما يعني ستغير المعادلة عما طريب لكن هذا ليس هو موضوعنا موضوعنا الأساسي أن ما حدث فينا وحدث في الجوف وقد يحدث في أماكن أخرى هو نتيجة وليس سبب المطلوب الآن استعادة الريموت كنترول للقيادة العسكرية استعادة الريموت كنترول بالسيادة الوطنية استعادة سلطة وهيبة وشرعية وبطنية الدولة هذا هي الباقي الباقي كلها يا أستاذ عبدالله هي تفاصيل لا أتصور أنها تكون ذات أهمية طيب ما هي المخاوف بالنسبة للتحالف من الجوف حتى يحدث هذا السيناريو ما هي مخاوفهم حتى يتركوهم وحيدين دون دعم أو إسناد نحن نتحدث عن معركة استمرت لشهر ليس الخوف من الجوف الخوف من أن تستعادة الدولة والشرعية وأن يتم الحسم العسكري لماذا تأخر الحسم في تعز الآن أربع سنوات ومنع الحسم في تعز لماذا منع عملية الساحة الغاربة من أن تكتمل ويدخل الجيش الوطني إلى الحديدة ويسيطر على الميناء ويحويل خيراتها لصالح الشعب اليمني لماذا منع الجيش من أن يتقدم خارج منطقة محلي في ينان لماذا النيران الطديقة تصيب بعض جرود الجيش الوطني حينما يتقدمون أكثر مما هو مسمح لهم لماذا دمر اللواء بالكام القضي عليه في العبر قبل خمس سنوات هناك أسئلة كثيرة وأمور كثيرة ما هي مسألة الجوف بس الحسابات متعددة طيب سيدة اللواء هناك سيناريو مطروح وحديث وقراءة من البعض تقول أن ما حدث في الجوف ربما له علاقة بالتفاهمات السعودية الحوثية الأخيرة هل هذا السيناريو قد يكون مطروح ومنطقي وواقعي بالنسبة لك؟ لا لدي معلومة حول هذا الموضوع ولا تطيع أن أجزم به السعوديين يفترض هكذا أن يكونوا أكثر ناس معرفة بأن وجود الحوثي كقوة عسكرية قوية على حدود المملكة يشكل خطر على المملكة أكثر ما يشكل خطر على الدولة الشرعية في اليمن طيب تحذر من باقي المناطق التي تحت سيطرة الشرعية الآن هناك حديث ربما عن خطر كبير ومحدق بمارب هل نسبة الخطر بالنسبة لك هل يمكن أن يتحقق هذا السيناريو؟ هل تكون مارب المحطة اللاحقة والقادمة؟ لا أظن أن مارب تكون المحطة اللاحقة لا هي ولا شبوة لأن هناك شسابات أخرى يعني تبقى معك صعدة تبقى معك حجة تبقى معك المناطق أخرى كما أن الجوف ليست كلها بيد الحوثي لم تسقط الجوف كلها لسقط مديريتين الغيل وجزء من الحزم ليس كل الغيل وليس كل الحزم يعني هي بعض مناطق فيها والقتال ما يزال يجري الآن في الحزم في مركز المحافظة والدعم يصل إليهم والقتال أيضا ما يزال يجري في بعض مناطق الغيل وهناك جيب خلية نائمة كانت في مركز الغيل تم محصر طيب هي الآن محصر تحت حصر الجيش والمقاومة الوطنية في المنطقة يعني ليس لم تسقط كل الجوف الجوف فيها عشر جبهات من حدود الصعبة إلى حدود عمران إلى حدود محافظة صنعاء إلى حدود محافظة مأرب عشر جبهات متكاملة والقتال يجري فيها كل يوم والهجوم على أشد كل يوم يعني ما يشعر بمعن ما يشعر بهذا السهولة يعني وبهذا البساطة طيب بالنظر إلى تضارس سؤال آخر سيدة اللواء بالنظر إلى تضارس المعركة في محافظة الجوف تحدث الآن عن وصول دعم وإسناد من مارب إلى الجوف هل يمكن استعادة المناطق التي سقطت وأيضا إذا حدث تدخل من التحالف وربما بطيران الأباسي كما تقول بالتأكيد بالتأكيد يعني بالتأكيد يعني يمكن ونصر مش غير بس يمكن يعني الجيش الوطني اليمني إذا ما توصل له الإمداد يحقق انتصارات مدهشة وأنا أتوقع أن تنقلب المعادلة في الساعة القادمة الجوف إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيدة اللواء محسين الخصروف رئيس دائرة التوجيه المعنى وكنت معنا من القاهرة عبر الهاتف شكرا جزيلا لك إذا كان لك من تعليق دكتور فيصل حذيفي على التوضيحة التي قدمها اللواء محسين خصروف ما قدمه اللواء خصروف هو توضيحات مهنية من رجل عسكري يعرف الميدان وهو خبير أكثر مني في هذا المجال أنا أقارب الأمور العسكرية بشكل غير متخصص لكن من القانب السياسي يمكن أن نقارب الوضع بشكل مختلف هو له وجهة نظر بأنه ليس لديه معلومات عن ما يدور من محادثات بين السعودية والحوثيين مما يجعل إمكانية التصالح مع الحوثيين قائما أنا أؤكد سياسيا بأن الثورة اليمنية عندما قامت في عام 1962 إنما قامت على الملكية الإمامية التي يعتبر الحوثيون هم مارثوها اليوم وأرادوا إعادة إحياءها من جديد وبالتالي السعودية وقفت معهم ثمان سنوات دعم حرب ولولا دعم الرئيس الراحل عبد الناصر للجمهوريين لما تحققت الثورة اليمنية ولما نقحت نظام الجمهوري اليوم السعودية تعيد ثأرها مع الجمهورية بإمكانية استمالة الحوثيين لأن يصبحوا حلفاء ليتخلوا عن ارتباطاتهم السياسية والعسكرية مع إيران طبعا الحوثيون يتصرفون سياسيا بمكر وخديعة بإمكانية من يقبلوا كل شيء من السعودية ولكنهم لن يلتزموا بشيء لا أستبعد بأنهم أعطوا أعطوا النهم والجوف كغنيمة لهم مقابل أن يكفوا صوارخهم وأذهم عن الحدود وهذا ما هو حصل أنا ألاحظ اليوم بأن جبهة الحدود بين الحوثيين والسعودية أصبحت خاملة لحساب تغول الحوثيين في مناطق الزحف تجاه مارب وتجاه القوف يعني سياسيا نستطيع أن نقرأ بأن السعودية عندها استعداد أن تدفع للحوثيين إغراءات كثيرة حتى يصبحهم حلفاء الحقيقين الذين دعمتهم في يوم ما بعد الثورة اليمنيا ثمان سنوات ويترى بأن إعادة تشكيل حكم إمامي أو ملكي في الشمال هو أقرب إلى استراتيجيتها وأقرب إلى بيئتها السياسية بالحكم المطلق أي أن الحوثيون هم يبنون الآن سلطة مطلقة هي أشبه إلى كحد كثير بسلطتهم المطلقة أي أن هناك بيئة سياسية متجانسة بينما نظام جمهوري يستعيد بناء الدولة اليمنية ويعيد بناء دولة مدنية حديثة وتدور عقلة الاقتصاد والبناء والتحديث هذا يضر في العمق السعودي ضرراً ناعماً ضرراً سياسياً مؤثراً في الجانب الثقافي والسياسي والاقتصادي ولكن الحوثيون اليوم الخشن بالمواجهات له ثمن فإذا ما دفعت السعودية ثمنه ربما يصلون إلى حل مع الحوثيين وإلا ما الذي يجعل السعودية بكل خسة أن تذهب بمحادثة مع الحوثيين قفزاً على الشرعية يتصرفون وكأن اليمن شيئاً يخصه وهم لا تخص الشرعية ولا يمكن شعب يمني كيف تسمح لمجموعة من الإنقلابين في عدن أن يرتكبوا كل هذه الحماقات وهو إضعافاً للدولة اليمنية الحقيقة من هو مستهدف الآن في اليمن اسمح لي بس بهذه الفكرة هو الدولة اليمنية هو مشروع الجمهورية الشرعية بأمان عندما نسأل نقول بأنه إضعاف الشرعية الشرعية ليست ضعيفة الشرعية بعبد ربا مصور هو محافظ عليه بأجنحة فخمة هو فريقه اليوم من هو مستهدف يد دولة اليمنية هو النظام الجمهوري هو مستقبل الشعب اليمن طيب دكتور فيصل وفق تطورات الأخيرة حتى اللحظة في معركة الجوف يبدو أن مارب محاصرة من الشمال والغرب وهناك مخاطر من سقوطها بيد الحوثين بالنسبة لك ما نسبة هذه المخاطر المخاطر تبقى عالية بما أن المتحكم بالجبهات هو طرف غير يمني أؤكد على ذلك الطرف الخارجي القيادة المشتركة القيادة قوات المشتركة هي التي تتحكم بدعم الجبهات بطف فلصي وبالدعم وبالسحب وبالانسحاب وأي شخص أو أي قوة عسكرية تستجيب تقصف يعني ولا حماية لها سياسيا من الرئيس عبد الربو منصور وهو صاحب المهام الدستورية والوطنية في الدفاع عن ذلك قصفت أكثر من مرة معسكرات وقيش ولم يعترض وأيضا الحصار قائم على المناطق المحررة برا وقوان بحرا ولم يعترض يعني منع تصدير الحكومة للنفط والغاز ولم يعترض يعني دخول قوات سعودية إلى المهرة ولم يعترض وبالتالي نحن نتحدث عن انكشاف لهذه القوات الوطنية التي لم تعد جيشا وطنيا متماسكا يمتلك قرارا الحقيقة وأصبح تكتلات عسكرية تتبع يعني أنا أستغرب عندما يتحدث العكيمي المناظر العكيمي عن الحاجوري الذي يمتلك لواء عسكريا دون الصفة كجيش شعبي وبالتالي قراره يأتيه من جهة أخرى وبالتالي لا يتحرك عندما تأتيه الأوامر نفس الشيء سيحصل في مارب وربما أيضا تصبح كبش فدى مارب للحوثيين بمقابل أيضا إغراءات يمكن أن تكون مرتبة بين إيران السعودية الحوثيين هذا كل شيء في السياسة محتمل لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة في السياسة اليوم السعودية موجهة بالريموت كنترول من قوة راعية كبرى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ولها رأي آخر في تسوية الملف اليمنى دعنا نتحدث عن ليس على مزاقنا وليس على مزاق إيران وليس على مزاق السعودية دكتور فيصل دعنا نختم بالخيارات الشعبية المتاحة اليوم هل يمكن حديث عن خيار شعبي يمكن أن يتجاوز الشرعية ويمكن أن من خلال هذا الخيار لأن يكون هناك فرصة اليمنية لحفاظ على الجمهورية نعم الخيارات الشعبية متاحة ولكن متى ستظهر هذه الخيارات الشعبية عندما عندما تنفصل يصبح هناك انفصام ما بين القوى السياسية وهذه الشرعية التي تمارس الخيانة وعندما يصبح أيضا هناك انفصام بين القوى الشعبية بين الشعب نفسه وبين هذه الأحزاب التي ترفض هذا الانفصام وهذا الارتهان أي أن الشعب اليمني سيصل في يوم من الأيام إلى أن يصبح هو مهددا موجوديا هنا ستظهر مقاومة شعبية بشكل مختلف وستطيح بكل الخيارات والرهانة الخاسرة أشكرك جزيلا دكتور فيصل حديث أستاذ المسياسية في جامعة الحديدة كنت معنا من تعز وأيضا الشكر موصول لضيفنا من القاهرة اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي سابقا في الجيش الوطني تهت هذه الحلقة من المساء اليمني في الغد حلقة شديدة في أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر